اشتركوا في القناة ومعلوم انه مقرأ والصين واليابان الموارد الطبيعية للصين واليابان طيب المربع لليمين للصين والمربع لليسار لليابان طيب بالنسبة للصين الصين الموارد المعدنية تزخر الصين بمعادن كثيرة كالحديد والبوكيست والرصاص والنحاس والزنك الموارد الطاقوية الصين تتوفر وخاصة المنطقة الشمالية بفضل الاكتشافات الجديدة بالمنطقة الغربية احتياطات هامة من الفحم والغاز الصخري والبترول بالاضافة الى الطاقة الشمسية والكهرومائية بالنسبة لليابان الموارد المعدنية تمتلك اليابان موارد معدنية محدودة وتغطي حاجيتها بالاستراد وتعد ثاني بلد منتج للفولاذ كذلك اليابان الموارد الطاقوية تعتمد على الاستراد لتلبية حاجيتها من الموارد الطاقوية وتعتمد على الطاقة الكهربائية الصين كذلك الموارد الزراعية مساحة المروج تشكل 7.41% وتساعد على تربية المواشي والدواجن وتوفير اللحم والألبان والجلود كذلك وفرت الاراضي الزراعية كحوض سنشوان على مساحة 569 ألف كيلومتر مربع ويشغل لزراعة الأرز وتربية الأبقار والخنازير وغابات ذات مساحات كبيرة تساهم في توفير الثروة الخشبية كذلك بها الصين أنهار كثيرة تتجاوز 1500 نهر طيب بالنسبة لليابان الموارد الزراعية طبيعة السطح جبالية تقدر الأراضي الزراعية بعشرة بالمئة وهي قليلة مقارنة بعدد سكانها إن قلة الأراضي الزراعية في اليابان دفعها للبحث عن البدائل مثل تشجيع الصيد البحري داخل البلاد وخارجها كما تملك ألفي ميناء أهمها ميناء ناكازاكي طيب كذلك الصين الصين يرتكز معظم السكان بالمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الشرقية أين ترتكز أكبر المدن مثل شانجهاي وهو هونغ هو وهونغ كونغ كذلك تصل الكثافة السكانية إلى 353 نسمة في الكيلومتر المربع وهو ما يتطلب إمكانيات كبيرة لتوفير الظروف الملائمة للمعيشة وعلى السهول وعلى الضفاف الأنهار ويتلون بالداخل ونادرا ما يكون من الجهة الغربية بسبب الجفاف والطبيعة القاسية لوجود هضبة التبت طيب بالنسبة لليابان يتركز سكان اليابان في الشريط الساحلي الجنوبي بكثافة سكانية عالية جداً تتميزان بصفة عامة بطقس نراطب ومعتدل ذو رياح موسمية وهو مناخ ملائم للنشاط البشري وتتميزان الصين واليابان بالحيوية الطابعية والتنوع البيئي النباتي والحيواني طيب الصين الأنهار في الصين تتميز أنهار الصين بطول المسافة وامتلاكها للأحواض مثل البانكسي الهوانجهو ونهر اللؤلؤ بينما اليابان تتميز اليابان بأنهارها بقصر المسافة وعدم صلاحيتها للملاحة مثل شنانو غاوة إشكار غاوة وتاماغاوة طيب بالنسبة للتركيب العمري والاقتصادي للسكان في السكان والتنمية الصين بلغ إجمال عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة يعد المجتمع الصيني فتيا غالبية سكانه يسكنون بيكين وشانغهاي التي مجموع السكانها يفوق 45 مليون نسمة ويفوق السكان الجزائر كدولة النمو الاقتصادي في الصين يرجع إلى توسع العمران والمدن وارتفاع نسبة اليد العاملة بالقطاع الصناعي والخدمات فلجأت الدولة لتشجيع سكان الأرياف على العمل الزراعي اليابان بلغ إجمال عدد السكان في اليابان 127 مليون نسمة يعاني المجتمع الياباني من ارتفاع نسبة الشيخوخة ترتفع نسبة اليد العاملة بقطاع الخدمات التطور العلمي والتكنولوجي نقل الاراضي الزراعية بها وتستخدم الوسائل الزراعية الحديثة طيب المظاهر التضاريصية الصين تكثر الجبال في الصين من بينها كونلون وحوظ سيتشوان الذي يعد من أهم مناطقها الزراعية سهول واسعة في الشمال والشرق وكثرة الهضاب وأهمها هضبة التبت والتي تبلغ علوها 4500 متر هذا في الصين بينما في اليابان تشتغل الجبال في اليابان 68% من مساحتها وأهمها جبل فوجياما بركين عديدة ونشطة مثل بوركان أونتاكي وهي عبارة عن أرخبيل جزاري تشغل السهول في اليابان مساحة 16% من المساحة الكلية وهي سهول ساحلية وفيضية وهي قليلة طيب بالنسبة للمظاهر التضاريصية كذلك في الصين تكثر الجبال في الصين من بينها كونلون وحوظ سينشواي والذي يعد من أهم مناطقها الزراعية سهول واسعة في الشمال والشرق وكثرة الهضاب وأهمها هضبة التبت والتي تبلغ 4500 متر بينما في اليابان تشتغل الجبال أو تشغل 68% من المساحة وأهمها جبال فوجياما بركين عديدة ونشطة مثل بوركان أونتاكي وهي عبارة عن أرخبيل جزاري تشغل السهول مساحة 16% من المساحة الكلية وهي سهول ساحلية وفيضية وهي قليلة بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة